تعال اقولك النهاردة ازاي هتعملي احلى صنية بزبوسة مكرملة من جوة بيتك وبقل المكونات وبطريقة سهلة جدا وطريقة يعني مفيش بعدها وتطلع معاك البزبوسة مكرملة ومرملة تعالوا كده مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا واحدة واحدة يا مساء الفل يا مساء السعادة على عيونكم على احلى اخوات واحلى اصدقاء في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا ريت بقى ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك ما تنسوش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا كده وجماله دي البزبوسة المكرملة طبعا انت لو بتشتراها من المحلات هتطلع اغلى ما انت بتملاها في البيت في البيت يعني مكونات متاحة وتقدر تحط اللي انت عوزها وهتفرحي بيتك ولا دي قد بقى حاجة كده تغيير تمام اه دي البزبوسة بتاعاتنا هيت اللونها طلع جميل وطلع يعني مفيش بعد كده اه مكرملة وطلع سمكها جميل جدا ويعني الفيديو بصراحة روعة تعالوا كده نشوف مع بعض المكونات بتاعاتنا طبعا انا عندي المكونات بتاعتي يا هيت وعندي كياز زلاته عندي دي اسميد المكونات اللي انا احتاجها كلها طبعا ما كوش ده بصوت اللي في الشارع ده عندي دي اسميد اه دا كيلو دي كوب سامنهوت كوباية حليب انا احتاجت حليب تانى عشان تاخدوا بالكم اه وده كوباية ونص كوبايتان لربع نقول كوبايتان لربع دوات سكر دوات للشرباط وده كوباية ونقول كوبايتان لربع برضو كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وعند جسط الهند وعند فل سوداني وعند كوبات سكر اللي انا هكرملها للبزبوسة ده فل سوداني للتزيين حابة تحط بندق فل صدق عن الجمل دي حاجة رجعلك انتي طبعا انا هجيب الكسرونة بتاعتي وحط فيها السكر وحط فيها ايه ربع كوبات مية واسوبه يكرمل على النار ماجيش جنبه بقى خالص لما يدي اللون اللي انا محتاجه اول حد دلوقتي مداش اللون اللي انا محتاجه لسه كده اللون دلوقتي كميل دلوقتي اللون اللي انا هحتاجه هعمل ايه هجيب السمنة طبعا احطها طبعا هتفصل معي الوقتي الكراميل ده هيفصل الوقتي يبقى غير اللي احنا شايفينه بيغلي ده خالص ده عادي ما تقلقيش لو فصل كده منك ما تقلقيش هتجيب ايه تاني هتجيب كوبات الحليب وهننزل برضو كده هتلاقي برضو كده الكراميل ميسك في بعضه هيفك برضو سيبي برضو على النار كده والتقليبي يوم متقلبيش كده وكده كده هيفك كده تمام تمام سيبه لما ياخد يغلي كده مع بعضه واسيبه ايه ده هطف على النارية ده على ما انا جاهز ايه الشربات وجاهز دي اس من بتاعه الشربات بتاعنا هحط السكر اللي هو كبتان ربع سكر كبتان ربع مية مع عصرة لمونة مع الفانيليا وارفعه مع النار تمام تمام طبعا انا هدوق كل دوت بالمضرب بالسلك دوت قبل ما انا احطه على النار عشان ما اناش عايز يسكر معي لو انا قلبت هو على النار هيسكر معي تمام كنت وصلت الهنا بقى متنسيش وتحط اللايك وركزي معي انا عارف انت بتعمله احسن منها من المرة والله بس احنا قلناك المرة احنا بنفيد من بعض وبنستفيد من بعض طبعا بحط اللمونة بتاعتي عصرة اللمونة اوه انا بعد بحل في اللمونة بقى انت عارفين اللمون الجديد وبيجي فن وفن عما يجبه مية وكده يعني اه 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 دي طبعا خلصنا اللمونة عنزل اه اه ب الفانيليا بردو احط الفانيليا بردو اجدها تقليبة واستيبها بقى اغرب نار مع نفسها كده يعني ايه عشر دقايق ويدفع للمورش تمام تمام كنت وصلت هنا بقى ما تسرحش وحط اللايك وصلي معا على رسول الله وصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي رسول الله انا هبقى هجب البولة بتاعتك الكبيرة دي وهنزل بقى بالاسميد وهنزل بالبزبوسة بالركزة هنزل بجسط الهند وده تقليبها مع بعضا انا محطتش بيكين بودر ولا اي حاجة تمام انا عملتها بالطريقة حب انت تحط بيكين بودر حطها مش حابة خلاص طبعا هنزل بالكراملة اللي انا كنت مكراملة باللبن بالسمع كده بالكراملة دي وهقلبها بقى الاولا هي ما بتتعجنش عشان تخلو فيها النقم هي بس كده دبك تبس البزبوسة الدقيق بس يتشرب بس لكن لو قلبت فيها وكده هتجمد معاك اولا ومش هتبقى مفرولة ولا تبقى مرملة معاك بس ده يعني ايه الديق كله يتشرب من من المكان اللي انا كنت حطاه وعزاها تبقى نازلة مش جامدة كده عزاها تبقى نازلة نازلة طرية كده يعني سيلة شوية معايا في قلب الصينية طبعا انا كل دوات بقلب عشان ما بقى شفية اي حاجة مش متشربة معايا تمام دمام اه نجيب الصينية بتاعتنا بقى الجاملة ديت وهدي هنا بقى سامنة اهم حاجة اللي انت تديناها سامنة لان احنا عارفين اللي البزبوسة رحة في السامنة تمام لو كده عشان طبعا انا عندي سكر فاهم ما باكلش الحلويات خالص اه وبقى الفهنة لهم طبعا دي طبعا وانت انا حطيت كمية السامنة وحطيت بقى البزبوسة بتاعتي وافضل كده سويها واضحة بتتين كده على الرخامة كده علشان خاطر ايه اه تبقى متساوي هجيب بقى الفلوس بتاعي طبعا هزاين بيه بس بايه اضغطيلي تحت شوية ما بقىش على الوش عشان لما يستوي ما يقومش ايه تطلع برا تمام انا رست واحدة واحدة كده لما تزيني منظر الصينية معاك بالطرقة اللي انا عملتها طبعا انا مشغلة الفرن بتاعي اه يسخن هولي على من تحت لما تستوي هتعرفها ازاي هتلاقي الحروف احمرت عرف اللي هي ايه احمرت من تحت ومن عند الحروف كده عرفي خلاص وده بقى رفعها فوقع الشواية تعالى هنوروكم مع بعضا شفتوا بقى الجمال شفتوا يعني طلع زي الكتاب ما بيقول دي هتبقى الحب اللي انا حطتهم في الصينية دولت عشان مرضتش خلاها تطلع تخينة انا عايزة سمكها يبقى سمك متوسط لو انا كنت حطت كل دولت في الصينية واحدة هتبقى تخينة وانا ما بحابش البسبوسة تبقى تخينة طبعا يعني كل دولت بحمر وشها هالشوية طبعا انت مش تسيبها كده وخاص لها لا تفضلت تدوري فيها كده كل اتجاه شوية عشان تبقى حمرها كل واحد لكن انت لو سبتها يقوم بالشوية حمرالك من من النص وبس طبعا الشربات معايا هادية هوت هنزل بقى طبعا كده بالشربات بتاعي يا السلام ايه الجمال ده زيزات ايه الجمال ده لا ده الجمال عدى الكلام طبعا هي هتتشرب الشربات دوت وفي حاجة كمان اقولك تعمليها يعني ما انت تده الشربات بتاعي تستحقه غطيها حط بقى على صنية ورق فويل اي حاجة غطيها خلها تتشرب عشان تبقى معاك طرية تبقى نعمة كده لكن ما سبهاش مكشوفة كده اه طبعا هي تتشرب الشربات ده كله تماما اه وهنسيبها تهدى كده شوية عشان انا ما قطعتهاش قبل ما تخش الفرن دي كانت سهوة من هنقطعها الوقتي مش هتفرق يعني هنقطعها مع بعض الوقتي بس ترى يكون في الجمال ده بجد بجد مش استهل يعني تقولولي تسلم ايدك ولايقات وحاجات من ده ومشاهدات ولا لا طبعا احنا عطعناها سبتالي اماهدات شوية وبقطعهو زي ما انتم شايفين ها سلام تسلم ايدك ازاد مطرحة هوركو برضو كلوقتي هنطلع منها قطعه هتشوفوا من ارضيتها حمرها عامل ازاي روعة 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 طبعا انت هتحقوا على المطلعات منها قطع ده و كده انا قطعت باب الشوكة بس انا ما اكلتهاش والله بجد بجد يعني كانت نفسي بس بقى يلا الحمد لله لكل حال دي طبعا القطع اللي احنا طلعناها تعالى بقى واريكو بقى شوفوا انا بقطع لكفها عشان تعرفوا اللي هي مرملة ومفرولة ازاي بقى وقوامها جميل شوفتوا صمكة اساسا عامل ازاي روعة 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 لا لأنا انا مش هيكل طبعا مش هيكل المرد لكو بس مش هيكل المزبوصة جميلة جدا وممكن انت تتعمليها في بيتك زي بان عملتها بالطرقتي دي ولا تشتريها من برا ولا اي حاجة اي اه ها هي هل كان الفيديو بتاعي حبيبي اتمنى بقى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك وما تنسوش تفعل زر الجرس عشان وصاركوا كل جديد والله عليكم شاهد الفيديو والله اللي بتعب في الفيديو دوات مع الحر وجو الوحش دوات وفي الأخذ بلاقي المشاهدة ضعيفة فبالله عليكم شاهدو صدكوا في أمان الله وحيد